محاطي يا عيونة برو محاطي أنت ليه حبيت أنا؟ ها؟ حبيتك أنت عشان الجنات اللي بتجري في دمي تخليني ماينفعش أسيب واحدة حلوة زي يعني أنت حبيت أنا عشان حلوة بس؟ لا عشان الحشو برضا حشو؟ ها يعني إيه حشو؟ الحشو يعني إيه الجسم نفسه ملفوف مدملك مفرود سرح عرس يعني آه يمكن عشان أنت فنان وبتحب ترسم حبيبي؟ آه سكوتي يا جيسيكا أنا مجنون ألوانه يا حبيبي أنت يما الأمر عالباب نور أناديله يما أردي الباب واللي أناديله أناديله يما أم آه 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 بقول أخي يا بيري ما تعرفيش دكتور تجنيه؟ ما عرفش ليه؟ عشان عايزة أعرف الشافيه جميلة المنفوخة دي دفعت فيها قام؟ على فكرة ده طبيعي طبيعي؟ لا يا حبيبتي لا الطبيعي ده كان على أيامنا لما كانت الواحدة تحب تتنفخ هي حاجة واحدة تقعد تشاكل في أبوها يسلم عليها أبوها والجران وإخواتها وإنفوخوها ايه؟ آخر نفخة هم سنتين تقعد وتشتق للنفخ تتجوز تشاكل في جوزة تصبح أكثر انتفاخ يا نما ليه؟ مش دلوقتي بورتيكس وبايريكس؟ مس مش بورتيكس وبايريكس ماليه؟ فلت فلت؟ هو ده يا أختي انت يا حبيبتي روحتي عند أنا قسطة ما أعرف دكتور يا بنتي مباهج إنم ايه؟ اهف دلين عليك يا أختي ده انت حبيبتي وروحي مش شغل عليك ماليه؟ انا عارفها عارفها نفسانة الموزز من بعض أنا ماهمنيش هو قارنفلفل واحد أقرشه وارجع ايه الدم يبق في وشي ماليه؟ الطبيعي قال يا وعياد إيدك يالك ما ينفعش كده يا عسالية يا ده وعيدك يالك انت Encnoinaك جدا تت فيتت ن UrQ شو بيتت فيتت على كده أنا مش تitar أناQ السكورسي إخ إيه إيه ده مين الاسالية ده هبيبني؟ قاسالية ده البن الضار ناسا INE اهتمت بالحسو وbabت بواحدة الحلاوة أنا أبن مين دي بَا جيسيكا ميرتك 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 يالك اه إنت بتكلم و making عندي كلب يا تخليك معترم يا سئلة تسألها انت بي يا هاوي اه يعني يا بشاك عندي تكلب لا مش عندي مش عندي يا ابا ربنا يديها يا ابني الا الامر ياخد درينك ايه جوس اه جوس اه ايه شامعك تيل يعني خلاص يا ابا ولا روحت لاليالي تعلي ده ايه جوسي وعيزها كانت لب واللموذ يا عم اي حاجة اتكل على الله وحشني يا ابا عايزيك بقولك يا ابا انت ما تكتب لها بحبك بقول لها ازاي ومنحاش يا ابني ايه اللي بتيجم على طول اه قريت حضرتك ما تبيش جات يا جيمي يعني حاولي تبت باصي الاول عايزيك ايه اللي مش عايز ما انت فاهم انا عايز ايه ايه اللي عايز ايه خلص معايا عايزيك ما انت عارف يا ابا اللي فيها يا ابا بودم تشك ومشوف شو الشاكينة انا كريم يا ابا يالا يالا مشاكريني يا ابا ربنا خليه يالا او ده دنتي ده بكالي من او ابني يا لازم ترمي ودانك انت كمان يالا المساعدين نروح للمباراة التالية انا عم نسكت بقى اسكت هحولوني في الكنترول ها هو معانا يا جماعة كابتن ايوه كابتن متعد ايوه انا عليك ايوه 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 كابتن انا بس عايز احايل اول الكابتن الكبار اللي موجودين عند حلاك في السودة التحليلي ربنا اخليك وشيك طاها وكله ايوه كابتن ايوه كابتن ايوه كابتن عايز هنرد بس على النقط اللي اتقالت بالنسبة للتعليق على المباراة بعد اذنك اه اه بالنسبة بقى للخشولة اللي بين اللاعبين والخشولة اللي في المدرجات انا عايز بس هلفد نظر حضرتك ان الخشولة مش بس في الملعب الخشولة كمان بتيجي للكبار السن ايوه ايوه بص يا كابتن والله العزين الراجل ده ما قادر يتحرك من ساعتها والله العزين مش بس حبه بحضرتك هنعمل ايوه يا ابن دون حال دون يا كده ايوه والله يا كابتن ربنا خليكم نقطة تانية بتاعت الكابتن بقى العمالي ضيع الجوان المحققة والفرص المهضرة والحاجات اللي حاجاتك بتتكلم فيها انت والسود التحليل الجميل ده ما حاجاتك ان اللاعب ده زي ما بيجيب تباخه دي جوان هو كمان بيجيب له فلوس لانه بيعمل اعلانات جل وبيخصل بالمشط الواسع يا كابتن فبيبقى خايف ان هو يلكب الكرة ويحطها في البعيد يا كابتن عشان ما بيوصل لقصة انا بس عايز اقول له حاداتك يعني اه اه بالنسبة لكابتن تامر اللي حاداتك قلت في اول الحلقة ان عنده اتضمة ها لا يا كابتن لا الكابتن ما عندهش اتضمة هو عنده حاجة اسمها ناصور خارجي ناصور خارجي ده بيكلبش الضار كله يا كابتن ما بيعرفش خالص بقى ان هو يلف يحطها في البعيدة اه انا بس حبيت اقول في النصر حاداتك يا كابتن ربنا خليك ربنا خليك ربنا خليك لا فوق كل زي عين من عليهم ربنا خليك يا كابتن ربنا خليك لا اه مش هتأخر على حضرتك مش هتأخر حتكلم كل يوم ربنا خليك يا كابتن واحب اواجه كل التحية كل التحية لكل شلة الكابتن الكبار اللي موجودين عند حضرتك وكابتن كابتن محمد ناصر المخرج محمد ناصر الموجع ده ايمان احب اواجه له التحية ويريد بقى الناس مع واحدة الله الله على دي شيلة الله الله على دي شيلة آلو أي حبيبتي معاكي قد من جروب عشقات مخضوعات مطلقاتها إراد قوليلي بقى عايز أعرف منك الطول والوزن والحجم يعني الكتلة كده على بعضها عشان أعرف الشريحة اللي أحطك فيها عندك أي مهارات إليك في التيك توك كده يعني طيب بص يعني عمتا ما تخفيش إحنا في الجروب إن شاء الله بنرشح لك محامي هو بيحاول يحل مشكلتك وبيحدد الأجر على حسب نوع الموبايل اللي معاك قصدي ما تقلقش من ناحية جيستات لبعضيها كاس وداير يا حبيبتي يلا طلق سعيد مع السلامة يا قلبي باي باي ما تنسيش بقى تعملي دعوة كده لصديقاتك كلهم على الفيسبوك للجروب ماشي شياري شياري الصفحة مع السلامة يا حبيبتي يلا هبعتلك اللينك ومعه فيروس هدية باي باي تسلم إيدك بالشفة يا عم عربي مع إني شايفات كويس يعني وزي الفل مفيكش حاجة انت متبعاني بقى أفندم قص في واحد صاحب قال لي تاخد الحقن دي عشان تبقى كده متين وقوي ما تفصلش اوه الحقن دي كويسة لو محتاج لها او الدكتور كاتبها لك قص انا قاعد لوحدي ومحتاج حدي يهونسني ومحتاج تجوز عارفي يعني عارفي ما تفصلش ما تفصلش ما تفصلش